لحظات فتحت البوابات لسابعي أشواط جوائز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد للحصد بمشاركة مترائي فيزنا وميشاور سعود السعد قايدها والصاكب ومتعمد الباسترو هتاني العناية مدهل ألق حوان وشبل قطيفان وبو النجا سيف دلمون عطاك الله الأسرى مباشر السعد وعداكم والانطلاق سريع هنا نشاهد من قايدها على ما يبدو يحاول الانطلاق وخطف الصدارة في متابعة أيضا من شبل قطيفان هو الآخر والباسترو يحاول من خلفهم الانطلاق في هذه الأثناء هنا الصدارة تبدأ مع قايدها يحاول الانطلاق فيما شبل قطيفان يحاول خطف السياج من المتصدر قايدها ابن فلاشي بول مع عادل الفريدي وهنا نشاهد الدفع القوي في ثالث المراكز من أصيل السرحاني للباسترو والمركز الرابع للصاكب ابن العصم مع محمد الحبيب لا زال عادل الفريدي مع قايدها إلى المركز الأول ابن فلاشي بول ولوم زهرة مرهوب ابنة مرهوب ينطلق إلى المركز الأول قايدها إذن في هذه الأثناء المناطف الأخير الأربعمائة متر الأخيرة هنا قايدها ابن فلاشي بول إلى المركز الأول ينطلق بكل قوة في متابعة من الباسترو للانطلاق المئتين متر الأخيرة قايدها ابن فلاشي بول ولوم زهرة مرهوب ابنة مرهوب مع عادل الفريدي ينطلق بكل قوة في محاولة أيضا للدخول من قبل ثلاثة عشر على ما يبدو بالنجاة إلا أن قايدها يحسم نتيجة هذا الشوت ويظفر بسابع جوائز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز قايدها ابن فلاشي بول ولوم زهرة مرهوب ابنة مرهوب ترجمة نانسي قنقر